طيب احنا معنا دلوقتي الأستاذ عمر مغيس في كبير الباحثين في مؤسسة عالم واحد أستاذ عمر مساء الخير مساء النور يا فندم أهلا بيك أهلا بحضرك أيضا هيكون معنا الدكتور وحيد سعودي يا جماعة المتحدث باسم هيئة الأرصاد معنا مساء الخير يا دكتور وحيد مساء الخير يا أستاذ عمر أهلا بحضرك طيب أبدأ معك أستاذ عمر النهاردة للبيان اللي انتم أصدرتموه يعني شايفين إنه فيه لغة فيها شك شوية من الدرجات الحرارة اللي بتعلن من قبل المؤسسات الرسمية تمام هو البيانة الحقيقة النهاردة يعني ليه شقين مهمين جدا الأول إحنا بنطالب إنه طبعا إحنا عارفين إنه فيه إفصاح استباقي عن درجات الحرارة المتوقعة غدا أو كده لكن في نفس الوقت هو الفكرة مش فكرة شك يعني مش فكرة مباشرة لكن الحقيقة إنت دلوقتي لما بتيجي بتشوف الترمومتر مثلا اللي في المحالة التجارية أو في السيارات أو فبتلاقي الدرجة مثلا مختلفة تماما عن الدرجة اللي بتعلن عنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية وهي هي هيئة رسمية دي ناحية الناحية التانية أو الشق التاني إحنا بنتكلم في دور الهيئة في برامج التوعية اللي المفروض إن هي تعملها للمواطنين وخصوصا للمرضى زي ما إحنا وضحنا بالبيان والمرضى اللي عندهم أمراض مزمنة زي القلب والسكر والضغط ما بقاتش تتعامل البرامج أو الحملات التوعية وخصوصا إن إحنا بنمر بموجة حرة يعني لم نشهدها منذ السنوات الطويلة يعني فدي كانت الناحية الأساسية في البيان إنه الشفافية والإفصاح كمبادئ عامة كمان لكل مؤسفات الدولة ونكلم في الخصوص ده لهيئة الأساسية مش شايف إن فيه شفافية من بيانات الهيئة؟ أيوة نعم بقول لحضرتك بسألك هل حضرتك شايف إنه بيانات الهيئة بينقصها الشفافية؟ يعني أولا إحنا المفروض يكون مثلا الإفصاح عن درجات الحرارة يكون مثلا لمدة أسبوع مثلا جاي مش اليوم التاني ثاني حاجة إحنا بنتساءل يعني مش فكرة تشكيك لكن بنتساءل أنا دلوقتي بشوف مثلا درجات الحرارة المعلن عنها من الهيئة بلاقي مثلا تمانية وتلاتين آآ تمانية وتلاتين يعني هل حضرتك تتوقع أن الجو اللي إحنا فيه موجودين فيه دلوقتي هو تمانية وتلاتين؟ لا لا توقع أنا أتوقع أنه تمانية وتلاتين والجو درجة الحارة بتبقى كان في الضل ودرجة الحارة بتبقى كان في الشمس طب ما تخلينا يا إنجي نسمع بالضبط يا عمر خلينا نسمع دكتور وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد أهلا وسهلا بحضرك يا دكتور وحيد رد حضراتك إيه على بعض التشكك اللي بنلمحه في صوت ضفنا الكريم اللي قال إنه فيه يعني عدم شفافية تامة في إعلان الهيئة العامة الأرصاد لدرجات الحرارة وإنه اللي بتقوله حاجة لكن إحنا مثلا في العربيات أو أي ترمومتر بيقول درجة حرارة أخرى ولكنكم بتتحججوا بموضوع في الضل وفي الشمس بصة حضراتك هو لولا مصدقية الهيئة العامة للأرصاد الجوية فيما تصدره من تنبؤات ما كانتش تصدرت صدر وسائل الإعلام المقروح والمسموع والمرحي دي نمرت واحد نمرت اتنين حضراتك درجة الحرارة اللي إحنا بنعلن عنها وإحنا قلناها في جميع وسائل الإعلام المقروح والمسموع والمرحي قلنا فيها حضرتك أن هذه الدرجة بتقاط في الضل ومتفق عليها دوليا تحت شروط كل دلدان العالم بتعمل بيها لكن تحت أشعة الشمس المباشرة بيبقى إحساس بيها كما لو كانت أكثر أو أقل مما هو متوقع بيتوقف على نسبة الرطوبة اللي موجودة في الهواء سرعة اتجاه الرياح الطبيعة الجغرافية للمكان وما في يوم حضرتك يمكن من خلال قناة تن كل يوم الصبح تقريبا حضرتك في اتصال هاتفك بقدم خمس ست نصائح بشكل منتظم وليس فقط على القناة المؤكرة بتاعت حضرتك على جميع الفضائيات جميع قطاع الأخبار وسائل الإعلام المقروح والمسموع عرفت حضرتك بس الموضوع فيه يعني خطورة شديدة لأنه النهاردة مثلا أربعة من المصريين ماتوا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة هم كانوا مرضى ضغط وسكر وللأسف ما استحملوش وتعرضوا لدرجات حرارة شديدة وتوفوا فالموضوع أنه فيه حساسية وفيه خطورة شديدة وفيه حرك شديد أنه لازم نعلن الدرجات بالتفصيل والحذر الناس بكل طرق الممكنة وغير الممكنة لأنها ده بممكن يموت ناس يعني والله يخلي وسائل الإعلام تساعدنا يعني عن غد النهاردة يعني حضرتك تلفزيون بتاعت أو الشاشة موقرة بتاعتك أو أي بطاعة أو أي فضائية بيطلع نشرة جوية بالعافية اتصال تلفوني مرة واحدة في اليوم بره حضرتك لما بنسافر بنشوف أن فيه في اليوم مش أقل من 10-12 نشرة جوية أنه فيه سند في كل شارع كل كيلو فيه درجة الحرارة ونسبة الرطوبة الموجودة وسرعة واتجاه الرياح بيعلن في النشرة الجوية درجة الحرارة المتوقعة والفيلينج بتاحها يعني إحساسي ديها لو قلت مثلا أن القاهرة المتوقعة لها بكرة 38 درجة ممكن يبقى إحساسي ديها كما لو كانت 47-48 درجة طبعا الكلام ده كله حتى كل فضائية في مصر بتؤلن عن درجات حرارة مختلفة عن الأخرى طيب إيه السبب في كده في أجالة سريعة حضرتك أن بدأ البعض يتجه إلى بعض شبكات التواصل الاجتماعي بيأخذ درجات الحرارة من أي حتى ما بيأخذها من الأرصاد الجوية اللي يجيها الوحيد المسؤولة والمنوط إليها إصدار التنم طيب يعني الدكتور وحيد صوص عمر شرح لنا الآلية اللي بيشتغل بها لو تشتغل بها هيئة الأرصاد وبيقول إنه الستاندرد أو المعيار اللي بتشتغل بواسطته الهيئة موجود في كل أنحاء العالم إنه درجات الحرارة بتقاس بس في الظل مش في الشمس فليه يعني أرجع أقول برضو ليه لغة الشكة عندكم في البيان بتاعكم أولا قيم لي كلام الدكتور وحيد نعم أرجو أني أسمع تقييمك لكلام الدكتور وحيد يعني شكرا لتوضيح الدكتور وحيد يعني إحنا مش جهة مختصة في الأرصاد يعني أنا كلام الدكتور وحيد طبعا يعني مشكور بوضحه لكن أنا ما أقدرش أقيمه يعني أنا ما أقدرش إحنا اللي بيعنينا دلوقتي إنه بس إنتوا عملتوا بيان إنتوا عملتوا بيان أحنا عملنا بيان إنا إن في مردى عندهم أم بتقولش الأرقام الدرجات الحقيقية تمام إحنا عملنا بيان لأن في مردى عندهمش أي برامج تقولهم إنه إنًه إن إنته كمريد ضغط المفروض تعمل إيه في الدرجات الحرارة اللي زي دي إن إنت كمريد كمريد قلب ممكن يحصل إيه وخصوصا السادة برضو وضحت إنه حصل حالات فده دورنا الحاجة التانية العشار اليها البيان برضو دور زي وزارة الزراعة والصراع الحيوانية والحاجات دي كلها ممكن تتأثر بدرجات حراك الجو المفروض يكون فيه برامج للتوعية بس يعني انا ما عنديش تعليق على كلام الدكتور وحيد مشكورا يعني لكن في النهاية بعدين يعني انا عايز حراك بس اللي تشوفي يعني درجة حراك ثمانية وثلاثين في الجو ده اللي هو درجة حراك معلن عنها ما وقال لك الدكتور وحيد دي في الضل يعني مش في الشمس مش بس في الضل لان كمان الرطوبة يعني ممكن درجة حرارة تبقى تمانية وثلاثين لكن نسبة الرطوبة بتبقى عالية جدا فتزود احساسنا بالحرارة يعني فيه اكتر من عامل مش بس درجة الحرارة هي اللي بتحسسنا بالحرارة تمام